شاي بروغرام لرمضان رمضان مشا نقول لكم رمضان عاوتاني على حساب كل واحد رمضان انا كنحب انك تقرأ في الليل علاش فات لي ايا قلت علاش لان الانسان تيكون عنده ذاك ال power الانيرجي كتكون عنده فاش يكون واكل وحاول تجربها فاش تكون ما واكلش حاول تركز في شي حاجة ما اطلقى دماغك شي شوية مشووش كين بعض الامور اللي الانسان ضروري خاص ياخدهم حيث غريزة فيه لان هذه غريزة باش انت متقدرش تركز بلا بيها بحل فيك الجوع كتكون معصاب كتكون مقلق فاحسن حاجة هي تراجع في المور الفطور من اللي تكون واكل اولا مور صحور يعني مور صحور تكون تكون واكل مزيان عندك الطاقة اللي هتخدم دماغهم ليسا تخدموه في ما خدمته في النجارة في المونتاج في القراية في اي بلان كيحتاج طاقة طاقة يعني انه يكون خداء الطاقة من الماكلة عرض الجيهوي مفتوح دابا إذا عندك الجيهوي هذا العام أو عندك باقي حر علمي وبغيت توجد الجيهوي هذا العرض سنفعك بثاف فيه المواد بربعة الاجتماعيات التربية اسلامية العربية والفرنسية المواد الجيهوي كاملة في هذا العرض سنشرح الدروس كاملين في فيديوهات على طول السنة تستفيد من شرح الدروس وشرح الروايات والمنهجيات كذلك سواء عندك سيزيام يعني ولا باقي علمي أو عندك باقي حر علمي ستستفيد من هذا العرض اللي حبي تسجل في العرض ديالنا يتواصل مع هذا الرقم على الواتساب وغي يجاوبك على طريقة تسجيل وكل شيء سنكون معاك على طول العام حتى النهار ديال الجيهوي واحد البلان حاولت نقسوم الدهنيات الدهنيات راه ما عرفت يعني كيفاش الإنسان يقدر يركز ملتيا كل الدهنيات الملوية وذلك الشي حاولوا تبعدوا منه شي شوية خصوصا قبل ما تبدأ شي حفاظها والفهامة والأي مكان خانا السيستام باش خدموا الفهامة كتر من الحفاظها حاول تركز كتر على ماكلة اللي تكون خفيفة خفيفة فيها البروتينات في هذا الشي موي مرة عادية الماكلة تكون خفيفة متكونش فيها الدهنية بززاف والقلي والزيت حسنا نشوف بالنسبة للبروغرام كما قلت لك يا إما مور الفطور يا إما مور السحور هذا يعني حخدم على يش قديتي أنا أقولها لكم الإخوان مننا خدموا على يش قديته أخرى نعطيكم سيستام أنتم ماشي ربوات باش تمشيوا باش سيستام كل مرة واش الإنسان تيجي مرة تتعيط عليك الوالدة تمشي تتسخر لها مرة تتجيك هادي مرة تتجي مهم مرة تتعييه مرة ما عندك شلقانة خدموا الإخوان على ش قديته باش نجي كومنيشان خدموا على ش قديته ورا تتمشيوا بأخير أرى البروبيم هو أن كين يشي وحدين تيروجوا جلدك القديد يلا رخصك تخدم هادي قدوا قدوا هادي بهاد الحساب هادا وادا ره ماشي ماشي سيستام زوين اللي تيتمشي بالإنسان الإنسان ديما عزيز عليه يكون حر خدموا بواحد طريقة حرة مهم خدمتي سعرك مخير خدمتين سعرك مخير خدمتي جس المهم هو أنك خديتي معلومة في نهار كل نهار تاخد المعلومات هذا ولي مهم شي حاجة أخرى ره ماشي انت ماشي روبو مش نجي كنيشان وحياتك ماشي هي حياة واحد تلميذ آخر مختلفين الإنسان هاكا مختلف كل ها في وقشكة جيه القانا كل ها في وقشكة كيعجبوا يخدم في الليل في الصباح غير أنا علي جكتلكم الصباح حاولوا تيفيد ديوه لإنما كيكونش عندكم مهم كين واحد اللعبات اللي تتاكلوهم تبقوا فيكم بحل الكازين اللي كان في الفرماج وكان في الزبدة وكان في الفرماج أكثر يعني الكازين كيت تهضم بواحد طريقة باطئة تتسمى بالهادم الباطئة فكتبقى عندك ذيك الطاقة باش تخدموا ولكن أنا كنحبذ أنكم تخدموا فاش تكونوا يعني شبعاني هذا ما كان أوكي نشوف السؤال آخر أستاذنا سيونس ما تقلقى مشكل كيفاش نوازن بين المواد العلمية والمواد الجهاوي أهلا ختي نوها هاد السؤال هاد صراحة تطرح علي بزاف ديال كيفاش نوافق والجواب عليه ساهل ساهل بزاف انتي أصلا نوها نوها اسميتك نوها ولا نوها انوها الجواب عليه هو أنك انتي أصلا تتخدمي عن الفروض هذا المواد الجهاوي فذلك المعلومات اللي كنتأخذ في هذا الفروض هدي النيت سيئا دخلا في الجهاوي سيئا دخلا في يعني الشبكة دي اللي كتخدمي عليه سيئا دخلا في الكونتونسما دكشي اللي كاتأخذيه الخدميه في الجهاويات وتدربي عليه بالعكس الفروض اللي كاتديوزوها الاخوان دابا تجد في الاجتماعيات والعربية والفرنسية والتربية الإسلامية هذا هو اختبار هذا بالنسبة لكم اختبار الذي تشد في ذلك المعلومات ستجد في الدروس الجهوي يعني ارى ما عندك شي مشكل كيف تفرق ما بين هذه وهذه خصص صغير واحد الوقت صغير ور كما قلت لكم علي اشقدته خصص واحد الوقت صغير ور ترجع في ذلك شي اللي ما خدمتيش شي رواية ما فهمتيهاش ولا شي اه ولا الصورة ديالي يوسف ما ما فهمتيهاش مزيان ولا ما حفلتيهاش ولا شي دروس في الدور اللي ولا نسيتهم هادوك غيستدركهم الاستدرك اوكي نشوف اه سؤال اخر الله يجازك بالخير وشكرا بزاف صراحة غنستفدو بزاف لا لا يخطيكا سالما جونج كوك جونج كوك جونج كوك اه بتا اس نشوفهم بزاف القناة ارمي اهتنارها فان ديال البتا اس هابي وومنز داي جاوبنا استدعافك مرحبا اخويا يونس اه والتي نشوف السلام شكرا اعلن بجهودة تعافك دابا وش جو السواعي في النار كافية الجاوي حيط احنا تقريبا نقرأوا ديما الصباح وعشية من غير شي سواعي اللي كان ارتاحوا فيهم وش كافين ولا نخليوا المواد العلمية واحد شوية الناس اللي سيونتيفيك اخوان الناس اللي سيونتيفيك شطوراسكم اه مجهدين يعني في المواد السيونتيفيك ما تعطوهمش تركيز بزاف ديال بغي تجيب عشرين لان ما غادي شي نفعوك اه من غير انك تنجح من غير انك تنجح ولكل جيها وغادي نفعك اه المواد ديال السيونتيفيك خليهم طلبك عاد عطاهم داك الجهد الكبير ديال العشرين على العشرين اما انتم ما غادي ادوزوا في مواد ادبية هذا هو ما اللي تعطوهم يعني المادة الرمادية ديالكم اه اوكي سلام سلام اه اه جو بالنسبة للعشية رمزيان اذا كانوا عندك العشية تخوينا رادي احسن حاجة وقعت لك دلعام راكين الناس مساكن اللي السبت عندهم في العشية عامرة وهدوها نزع ما كان تأسف لهم مابون نخصيكون عندك واحد الزهر بشكال باش تجي فيك السبت العشية عامرة اه عليكم السلام اختيزين مهم الاخوان ما تنسوش لايك الاخوان لايك الاخوان يطلعوا احنا معكم الاجابة للأسئلة اللي عندو شي سؤال اخليلي اياه اه اوكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة